موسيقى هذا الاجتماع هو ترجمة للحوار الستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب في شقه الأمني وخصوصا في الشق المتعلق بالحد من انتشار أسلحة الضمار الشامل لفاعلين غير حكوميين نحن نعلم اليوم بأن السياق الأمني في أفريقيا كي عرف تحولات عميقة على مستوى الفاعلين وكذلك على مستوى العملياتي الآن اليوم كنا جماعات إرهابية وانفصالية تتكاتر بأفريقيا في منطقة الساحل والصحراء وهناك أجندات أجنبية تخريبية في المنطقة عبر استعمال عملاء انفصاليين أو إرهابيين في المنطقة إذن هذه المبادرة كجواب للحد من انتشار أسلحة الضمار الشامل نحن نعرف بأن أفريقيا وقعت مؤخرا على اتفاقية تبادل الحر لازليكاف مؤخرا أفريقيا كانت 7% من مبادلة تجارية في العالم أفريقيا 30 ألف كيلومتر ديال السواحل فالتهديدات ستتمر وستصعد وهذه المبادرة تجيب لتجيب بتعزيز تنصيق وتعزيز تبادل المعلومات وتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية المغرب رائد في هذا المجال بسبب التنصيق المتواصل بين الوزارات والوكالات الوطنية المتعلقة واللي مثل اليوم على مستوى كبير في هذا الاجتماع وقد نتقاسم معهم مع الدول الأفريقية هذه التجارب ديالنا اللي اكتسبناها ونحن مستطعين باش نمشيو انطلاقا من هذا الاجتماع باش ننوضعوا واحد الإطار مؤسسي يجعل من الدول الأفريقية تشارك وتتملك هذه المبادرة بشكل فعال لتعزيز الأمن والسلم الدوليين بناءا عن رؤية السامية صاحب جلال محمد السادس نصر والله اشتركوا في القناة